النهاردة كمان وافق مجلس النواب على مشروع قانون اتقدم من الحكومة بشأن المجلس الاعلى لصناعة السيرات صديقة البيئة وده كان خلال الجلسة العامة للمجلس النهاردة هنشوف في التقرير تفاصيل اكتر وبعد الفاصل معانا الفنان اسلام ابراهيم احنا طبعا مع اي حاجة يعني تشجع الصناعة وده كان امال وطموحات كل الشعب المصري ان يبقى فيه توطين يعني الصناعة المحلية وخاصة صناعة السيارات في ظل طبعا حضرتك ارتفاع الجمارك وحنا في ازمة دلوقتي طبعا انا يعني مدخلاتنا ومدخلات دمائل النواب احنا كلنا بنشجع الصناعة الوطنية المشكلة عندنا مش في ان عندنا هيئة لصناعة السيارات ولا ان احنا ننظم لها القانون المشكلة عندنا ان احنا محتاجين نبحث نسبة المكون المحلي لصناعة السيارات في مصر قد ايه؟ نسبة ضئيلة لا تتجاوز 40% منها 23% العمالة اللي هي بتاخد مرتب بسيط في مصر في الحقيقة القانون ده مميز بحاجتين مهمين يبقى فيه مجلس اعلى للسيارات وخاصة ان السيارات صديقة البيئة وده مهمة جدا لان انت عارف ان احنا 20-40 خلاص لازم تبقى كل الصناعات هي صديقة للبيئة لكن دي ميزة قوية جدا ولكن الميزة الاهم كمان يبقى فيه عندنا صندوق لتمويل هذه الصناعة الحلم ده انا الاوان هو يتحقق بالكامل اعتقد انشاء مجلس اعلى لصناعة السيارات ده دعم الاقتصاد المصري الاقتصاد القومي توطيد الصناعة في الصناعة السيارات مهمة جدا جدا وبلاد كتيرة سبقيتنا احنا متأخرين اعتقد ان احنا هنوفر مليارات الدولارات في حالة هذا المجلس يعمل بكفاءة ويدعى استراتيجية جيدة لصناعة السيارات مشروع القانون اليوم غايف الاهمية خاصة ان هو بيدعم سياسة الدولة في توطين الصناعة وصناعة زي صناعة السيارات من الصناعات المهمة جدا في مصر اعتقد اهمية القانون ليه شقين بعد اقتصادي ان احنا بنوطن الصناعة وبالتالي بنوفر عملة صعبة والميزان التجاري للدولة المصرية هيشجع الصناعات الصغيرة وصناعات مكملة لصناعة السيارات البداية ان احنا محتاجين ان يكون فيه رؤية واضحة ويكون الهيئة اللي هتعمل دي تكون تحت مظلة قوية وكبيرة كبيرة علشان خاطر ما يبقاش فيها اختلاط في الوزارات انشاء المجلس الاعلى للسيارات وانشاء صندوق تمويل صناعة سيارات صديق تلبية دول يعني دول الجناحين بتوع هذا الخانون القانون يمكن بيستهدف الحقيقة توطين صناعة السيارات في مصر وده حاجة مهمة جدا جدا الحمد لله انها هتبقى موجودة خلال فترة القادمة